السلام عليكم ورحمة الله انضمت قطر إلى السعودي والإمارات والكويت في موقف اللافت وأعلنت عن استغرابها الشديد واستنكارها للتصريحات الأخيرة الصادر عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجي القطرية أمس السبت نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادر عن وزير الإعلام اللبناني وأضاف البيان أن موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده واتجاه القضايا العربية على حد سواه ودعت الوزارة الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهديئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء يذكر أن العديد من دول الخليج اتخذت إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته إساءة وتحيزا بحق السعودية والإمارات بعد التصريحات الصادر عنه بشأن الأزمة اليمنية وكانت الإمارات قد أعلنت اليوم سحب دبلوماسيها من لبنان ونقلت وكال سنبال إمارات عن خليفة شاهين المورو وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن قرار سحب دبلوماسي جاء تضامن مع مملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤول للبنانيين تجاه السعودية وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصولي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية وقررت الإمارات أيضا منع مواطنها من الصفر إلى جمهور حورية لبنان على غير السعودية كما حذت الكويت أيضا اليوم أمس السبت حذوة السعودية والبحرين وقررت طلب من القائم بأعمال الصفارة اللبنانية مغادرة أراضيها واستدعاء سفيرها في بيروت وذلك على خرفية تصريحات جورج قرداحي بشار الحرب في اليمن وقالت وزارة خارجية في بيان دولة الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية لبنانية للتشاور ومغادرة القائم بأعمال الصفارة الجمهورية لبنانية لدى الكويت خلال 48 ساعة وكان وزير إعلام اللبناني جورج قرداحي اعتبر في مقابل تلفزيون بثة الإثنين ووزرية قبل تولي حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية في 6 بتمبر أن المتمردين الحوثيين مدعومين من إيران يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات وعربت الحكومة اللبنانية في بيان الأربعاء عن رفضها تصريحات قرداحي مشيرة إلا أنه لا يعبر عن موقف حكومة إطلاقا لكن قرداحي رفض الاعتذار عن أرائه الشخصية وقال أنا لم أخطئ في حق أحد ولم أتهجم على أحد فلما أعتذر وفي بيروت اجتمعت خلية الأزمة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء نجيم ميقاتي وشارك القائم بأعمال الصفارة الأمريكية لدى بيروت في جزء من الاجتماع وقال وزير التربية عباس الحلبي صحفيين على الأثر نقول إن المعالجة قائمة وأملنا كبير بأننا سنتوصل في وقت خصيل إلى استدراك هذا الأمر وإعادة فتحة صفحة جديدة وضاف كل ما نطلبه الحكومة اللبنانية وفتح باب الحوار لأن هذا هو السبيل الوحيد لحل كل المشاكل موسيقى